قال وزير الدفاع الفريق محسن الداعري ان الهجمات الارهابية الحوثية التي استهدفت المنشآت الحيوية والسفن النفطية وهددت امن الطاقة وطرق الملاحة العالمية تؤكد نقضى البليشيات المستمر للاتفاقات والموثيق ورفضها لجهود احلال السلام واكد الداعري خلال لقائه السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن براجن والملحق العسكري في السفارة الامريكية مارك ويتمان على بروز تخادم وتعاون بين الجماعات الارهابية القاعدة وداعش وميليشيات الحوثي واوضح ان الميليشيات تقوم بايواع عناصر التنظيمات الارهابية في مناطق سيطرتها وتدعمهم بالاسلحة